تحت ضغط الشارع الفلسطيني الغاضب توجهت المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي طلبا لحماية السكان ومقدساتهم من جرائم الاحتلال الإسرائيلية المتمادية لكن الأمانة العامة للأمم المتحدة حملت الفلسطينيين المسؤولية الأولى عما وصفته إرهابا وحذرت من حرب دينية تهدد المنطقة إذا لم يتم الإسراع في الحلول السياسية طلبت فلسطين تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 409 الذي صدر عام 94 إثر مذبحة إسرائيلية في الحرم الإبراهيمي في الخليل وقد طالب القرار بتوفير الحماية لشعبنا في الأرض المحتلة وبتواجد دولي بشكل مؤقت ومراقبين لهذا الهدف وكذلك طالب القرار الحكومة الإسرائيلية بسحب السلاح من أيدي المستوطنين موقف كرره عدد من المندوبين لا سيما الجانب الروسي الذي أسف لمنع إسرائيل وفد الرباعية الدولية من زيارة فلسطين وطالب مندوبها فيتالي تشوركين باحترام القوانين المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال على أن مندوب إسرائيل رفض أي تواجد أمني دولي بشكل قاطع بحجة أنه سيشكل تغييرا في الأمر الواقع مكررا أن الحل لا يكون إلا بالتفاوض الفلسطيني المباشر من دون شروط ولا قادع دعما دون مواربة من الولايات المتحدة أما الأرجن بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس فقد حذر من عواقب التغاضي عن تدنيسيا نشدد أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها الحرم الشريف هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا نسمح بتدنيسه وبذلك اقتصرت الجلسة الطارئة على تكرار المواقف ولم تقترن بخطوات عملية فيما الشارع الفلسطيني يخرج عن السيطرة في ظل الأوضاع الملتهبة في الأراضي المحتلة يبدو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي من باب رفع العتب فالمطلوب في هذه المرحلة خطوات عملية تضغط فعليا لأن معظم قرارات مجلس الأمن الدولي بقيت حبرا على ورق نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين